خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم أفعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الأبراج الناجحة جدا بالحياة طلع لك نفس الكرت قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك أو في معجب معين له فترة عم بيحاول معك انت عم تعطيل فرصة هاي الفترة ممكن يكون هذا الشخص أصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك أكتر إشي هاي الفترة في الأمور العاطفية أو طاقتك رح تكون مركزة على الأمور العاطفية خلينا نشوف إزا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون نخبي لنا لبرج القوس إن شاء الله تكون ورق إيجابي نبرج القوس بستهله كل الأبراج بستهل طبعا نبرج القوس بستهله كل الأبراج بستهل طبعا واو في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع إنه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن رح تاخده في هاي الفترة خلينا أذكر الطاقات قبل ما أنسى في عندنا برج الأسد برج التور برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك أكتر إشي وفي ترابية في مائية فهذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايب إذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة إنه غدر فيك يعني ما بتوقع إنه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي أنت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما أعطيته كتير أهمية وكتير كزا شايفك لا أخذت خطوة لورا بعد هيك أو عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الأمور من بعيد وهذا إشي كتير عقلاني إشي كتير ممتاز عم بتقيم الأمور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف أحيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس أنت بتراقبه والله وهو براقبك في شخص ممكن يكون في العمل أو في العاطفة أنت بتراقبه وهو براقبك أنت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك في مراقبة ما بين المواضيع في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك أنت أكتر شايفك في عندك كارمة أو في عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك أنه رح يكون في رجوع لحق رجوع حق لإلك من بعد هاي المقاصمة أو من بعد ما اتاخذ في حق منك في عندك كمان غير موضوع الكارمة في عندك رزقة معينة جاية من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون من نفس العمل اللي أنت فيه لأن شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك إما تشتري مسكن إما تعمل شي مفيد أكتر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة أكتر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الأمور بتوازن بينها شايفيت لك فيه شخصين أو ثلاث عم بنقولوا لك كلام مش مزبوط عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطة أو هم عم بيحسدوك يمكن أو عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مزبوط وممكن يكونوا من أبراج هوائية أو ترابية فكون حذر من هدول الأشخاص كمان هذا الكارت ممكن أشوفه أنا عاطفي خاصة إنه هذا الجفوء في شخص بيرأبك في شخص بيحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول أو العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون أنت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع أنا حاسة فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص أو لرجوع هذا الشخص أو لوجوده حتى في حياتك خلينا ننسح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق في سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة أكتر إشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس أسفل في أول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون آآ شهر عاطفي ذي ذي امتياز شو شو طلع لك يعني أحلى من هيك وراء ما بتوقع أنه يجي عم بيكون في أكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك في أمور ما كنت أعرفها هو رح يصار حك فيها مش إنه كان يخفيها ولكن كان مستحيح يمكن يحكي لك إياها أو كذا بس الشمس رح رح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكأنه مش أنت اللي رح تعمل الأكشنز مش أنت اللي رح تشتغل من بعد ما شتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت شايفي أنه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع أكتر شايفي في طرف تالت عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بناتكم شايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة عم بتتحسن الأمور النفسية عم بتحس أنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بتشاكرات أو مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن أنت تكون مش حاس عليها أو مش عارف أنه عندك طاقة سلبية يعني تشيك تستشفي إذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك إذن منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزاب بداية حلوة ممكن تكون من شخص برجه ترابي أو ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو أنه تعطوه فرصة هاي الفترة شوف العقل الباطن لإلكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو أكتر شي محور تفكيركم أو الأمور اللي شغل بالكم أكتر شي الموضوع العاطفي شايفي أنه رح يصير فيه مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفترة عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له إياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك إياها فعم بشوف تقارب عم بشوف مثل إصلاح للموضوع مثل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يتقيم تلكك من بعد ما خسرك أو من بعد ما خاف أنه يخسرك كرت حلو شوف إذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة صيما قلت لك في عندك طاقات سلبية أنت محتاج أنه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف أي شي بس شايفتك عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاول هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة آآ إيجابية فهذا التحذير كان آآ بالنسبة لإلق نشوف فيري كارت شو ممكن يعطينا مصيحة أو بشارة أو أي شي آآ شوف شايفتك عم تدخل آآ الروحانيات أكتر عم بتطبق قانونيات آآ شوف شايفتك عم تدخل آآ الروحانيات أكتر عم بتطبق قانونيات الجذب يمكن عم تتعلم آآ بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون بروفيشنال فيه أو بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل آآ فعم بشوفك بتفوت في هاي الأمور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهاي بالفعل راح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الأمور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعا والورق بشجعك راح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية أخبار حلوة سايكل حلوة راح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب أو الأحزان أو اللي أجوك ورا بعض ورا بعض كلاياتهم آآ فبداية حلوة عم بقولك في بداية إما مع شخص معين أو آآ بشكل عام بداية آآ جديدة في حياتك كرت كتير حلو آآ بيقولك في أحلام أو شغلات آآ أو أمنيات أنت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الإيجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم يعني من هذا القبيل ترجمة نانسي قنقر